إلى الأنبار حيث وكد القيادي في المشروع العربي في العراق الدكتور مصطفى عياش الكبيسي أن ما يحصل في مدينة الرمادي من تفجير للمنازل على أصحابها يدعو إلى الحزن والأسف مشيرا إلى أن الذي دع النازحين للعودة إلى الرمادي وهي غير آمنة يتحمل مسؤولية ما يحدث لأبناء المدينة مؤسف أيضا أن تقع الرمادي فريسة لعبة سياسية ومزايدات سياسية بين طرفين طرف بدل أن يطلع بدور ديني ويحمي مساجد السنة في ديالة وفي بغداد وفي صلاح الدين وفي غيرها ذهب يلهث وراء مكاسب سياسية للأسف الشديد ويزايد على دماء الناس واستعجل بعودة الناس للحصول على مكسب سياسي وبدأ في الكلور وبتهريج لا يليق برجل دين أصلا من خلال مظاهرة له ولحماياته تحديدا وصور الشيخ والزعيم بطريقة حقيقة أقرب إلى عصور الجاهلية إلى أبو جهل وما قبلهم يمكن للأسف الشديد وطرف آخر مجلس محافظة ضعيف مهلهل لم يكترث بدماء المواطنين سلم الرمادي وسلم هذه المهمة مهمة تنظيف المدينة من الألغام سلمها أيضا لرجل يحني ديني وتخلى على المسؤولية لتسقيط هذا الرجل ترجمة نانسي قنقر